السلام الله عليكم أعزائي تراميات سنة ثالثة متوسط أهلاً وسهلاً بكم معي من جديد أعزائي متابعة القناة الجدد أهلاً وسهلاً بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني لا تنسى بشأن فضلكم دعم القناة بالضغط على زال الاشتراك وكذلك تفعل الجرس حتى يسال لكم جديدة دروس بإذن الله نواصل أحبتي تقديم صفحة رقم 102 هي تابعة يعني للدرس السابق اللي كنا شوفنا فيه les expansions du non تابعوا معي لحين تبقوا على هذا الدرس حتى نفهموه أحسن جميكزرس ترميارمان كمبلت بار ان كمبلمان دي نان لغروب نومينو سوليني أكمل بإضافة ان كمبلمان دي نان هو مضاف إليها مجموعة الكلمات المسطرة دنك احنا تبا معي هاد الجمل لاناج ها ركوفر لسومي الثلوج أو الثلج غطات قمم ماذا قمم الجبل لحنا رح ترجع لاناج ها ركوفر لسومي دي منطاني voilà انسويت لسومي لسومي سان امريسيوني بار لبوته دي بيزاج السواح أو السياح من دهشين أو معجبين بي جمال المناظر التابعية لحنا رح نحطو دي بيزاج يعني تحطو اي مادة سواء ان كويفر او ان برنز تزين ساحة الجزائر العاصمة ولا احبتي هنا فقط لازم عليكم تفهموا المعنى حتى تقدروا تحطوا المناسب دوزيما لحنا على سبحان سيفا رح ترجع ربيعي يعني خنتانيه ان سيال اوك ده نواج سماع مع السحب هنا يعني نقدرو نقولوا لها سماع غائما دنك رح ترجع ان سيال نواجه نواجه هي الاجكتف تا لكملمان ده نواجه ده نواجه لغيان دو صلي اشيعة الشمس حنا نحاولوها دو صلي هادي هي لكملمان دو نو نرجعوها الاجكتف qualificatif ترجع لغيان صلير voilà لغيان دو لامار هواه البحر حنا هواه البحر هادي لما نحاولوها الاجكتف qualificatif سترجع الهواه البحري و ترجع لغيان مغن voilà نواجه هنا اشيعة دو صلير يعني فصل منا الامتار هنا يحادي دو دو صلير يحاولوها دو صلير لما نرجعوها الاجكتف qualificatif سترجع اشيعة اشيعة دو صلير يعني فصل ممتار لغيان دو صلير دو صلير انتعاش السباح أو الانتعاش السباحي دو صلير هذه سترجع ماتينال voilà نتمنى تكونوا فهمتوني يعني افهموا فقط المعنى و بحثلوا على الصفة و رح تكون اجابة تاكم صحيحة تواسيما رمبلس سترجعوها 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 لدينا مصطلح آخر المصطلح الآخر هو l'adjectif qualificatif لدينا حاجة مهيش يعني معاصرة نقول لها ديمودة يرجع un vêtement ديمودة يعني هذه الكلمة نعرفوها كامل ensuite le film que je préfère est la bataille d'Alger ال film الذي هو معركة الجزائر هنا la proposition subordonnée relative que je préfère que je préfère رح نرجعها adjective qualificatif رح ترجع preferé وهنا هادي ل ترجع mon film preferé et la bataille d'Alger وعلاش رجعنا هالحنا لأنه هنا ضمير المتكلم je يعني أنا نتكلم على نفسي يعني الفيلم الذي أفضله هو معركة الجزائر لما نحولها نقول filmي المفضل هو معركة الجزائر يعني الشرح له بسيط وواضح ensuite une musique qui vient d'Andalusie موسيقى قادمة من l'Andalus هنا la proposition subordonnée relative هي qui vient d'Andalusie لما يعني نحاولو أن نلخصوها في كلمة واحدة اللي هي على l'adjectif qualificatif نقولو الموسيقى l'Andalusية voilà donc ترجع une موسيقى Andalusie voilà نتمنى تكونوا فهمتوني enfin les arts qui sont fondées sur une tradition الفنون التي بنيت على التقاليد donc هذه la proposition subordonnée relative هذه الجملة كامل نحاولوها في كلمة هي traditionelle les arts traditionelle يعني الفنون التقاليدية voilà فقط هنا أحبتي لازم عليكم يعني تقرأوا الجملة pardon وتعرفوا المعنى تحا حتى تقدروا يعني تستخرجوا الكلمة المناسبة اللي هي حتى عودنا la proposition subordonnée relative يبقى هنا أحبتي هذا العنصر الأخير jécris décris en 2 ou 3 phrases le vêtement traditionnel que tu préfères en utilisant les 3 expansions étudiées أوصف يعني أو اكتب أو قدم وصف في جملتين أو 3 اللباس التقليدي الذي تفضله باستعمال امتدادات أو توسعات الاسم التي درسناها يعني الكمplement يعني l'adjective qualificatif وكذلك la proposition subordonnée relative يعني حاولوا أنكم تستعملوا في هاد الكتابة من vêtement traditionnel préféré رح نبدوها بهاد العبارة كل واحد يعني يكتب اللباس التقليدي الخاص في المنطقة تاحو أنا يعني كام من مدينة قسنطينا أكيد أنا مفضل الجبا القسنطينية أو الجندورة القسنطينية كما نسمي وحنا الجندورة تاح القطيفة ووالا دونك رح نعطيكم هاد التعبير الجندورة أو la جندورة كونسطانتينواز ات 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 غوب تخاديسيونال فات ان بلوغ بورد د في د يعني اللباس القسنطيني او هاد هاد الجندورة هي تقليدية مصنوعة من قماش اسمه القطيفة ومطرزة بخيوت من الدهب الكنسطانتينواز توضح صورة الجندورة القسنطينية بهذا نكونوا احبتي صنا لنهاية هاد الصفحة نلتقي في الدروس القادمة اتمنى التوفيق للجميع واترككم في العزلة وحفظه وسلام الله عليكم